فن الحياة وفن الموت ومحاولة اغتيال زاكي بلدر وكلام من الترير. هو ده موضوع حياتنا النهار ده. السادة المشاهدين اهلا بكم. دايما الجماعات الدينية بيتكلموا عن فن الموت. ما بيتكلموش عن فن الحياة. ده كان عنوان احد النقط في كتاب اه اظن محمد احمد الراشد كان اسمه منطلق. بيتدرس يعني في اه اروقة الحركات الاسلام السياسي كان اسمه فن الموت. طبعا بيتكلموا عن خالد بن واليد وبيتكلموا عن التاريخ وبيتكلموا عن يعني فكرة ان انت تموت شهيد او ان انت ايه ازاي تموت كويس. يعني ده مش 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 حسن الخاتمة بالمعنى اه الباشري الدنياوي ان قادر الامكان في اخر حياتك تبقى اه جيد. يعني لأ هو بيتكلموا عن الموت بقتولا بشكل او باخر يعني في ظل اه قتال وحروب او ما شابه زيلا. اه اللي حدودين الموضوع غير ان هو بيتدرس طبعا في الكتب بشكل او باخر. احنا بنشوف اللي من الفترة اخيرة عمليات انت حرية كتير جدا. اخيرها افغانستان يعني. واحد يفجر نفسه في مسجد شيعي. واحد تاني يفجر نفسه في مسجد سني. صد جمعة. صد جمعة يعني ناس اه مواطنين مدنيين اطفال ممكن لساء. نساء بيصد له جمعة عندنا في نصر يعني. يعني رسول كبه بيصد له طبعا في المساجن. اه فانت بتكلم في ناس مدنيين. واحد يموت نفسه عشان يموت ناس مدنيين. فيهم اطفال ونساء. عشان هو شايفه من طائفة اخرى. عشان خناء من اربعتشر قرن من اللي كان الاولى بالخلافة. انا باتكلم عن الشخص اللي عنده سلادي شد الفتيل. ويتفرتك. ويتفرتك معاه عشرات الناس. وطلع حصل فعلا. شايف كان خمسين قتيل ده غير المصابين. آآ عالت كبير جدا. آآ في هذا المشهد الجلل. واحد يروح يضحي بحياته بهذا الشكل. آآ نرجع برضو نقول آآ في سنة التسعين. او بمعنى اصلاح تسعة وتمانين كان حصل في ستتاشر ديسمبر محاولة اغتيال زكي مدر. انا كنت في سنة التسعين معتقل. في سجن قسيوت. آآ وانا في سجن قسيوت آآ كان في آآ عدد قليل من اعضاء الجماعة الاسلامية. كان منهم عاصم عبد الماجد. وكان منهم جمال ابو رواش وكان منهم احمد عبدالسليم اللي هو كان امير الجماعة الاسلامية بقسيوت. ويجيين فترات مؤقتة. يعني هما بيجيين. انا كنت معتقل داخل سجن قسيوت. وهم كانوا بيجوا آآ بشكل مؤقت لانهم كانوا بيقدموا على امتحانات. يعني آآ مثلا عاصم عبد الماجد يقدم فأداب في الجرف. اي كلية. وطبع مهندس. بحيث ان هو في هذه الفترة ييجي آآ يقعد في السجن فترة الامتحانات. كان اي منها في نظام الترمات بدأ يطبق. وآآ في هذا التوقيت يعني ايه. آآ مش مش الترمل معنا الترمل لا كان في حاجة اسمها زي اعمال السنة كده في نصو السنة. بحيث ان هو ييجي يقعد في سجن قسيوت يبقى قريب من اهله من ناسه. والزيارات تبقى اسهل. وكان في لينك او في ديل بينهم بين آآ مأمور السجن في هذا التوقيت. لان طبعا كان الارهاب في اشهده آآ في سنة التسعين. وهم كانوا يعني قادة بقى يعني تاريخيين وآآ كلمتهم مسموعة وآآ يعني لا يشق لهم غبار يعني بالمعنى آآ آآ الحربي يعني. فالآآ المأمور طبعا هو مقيم في المدينة واهله في المدينة وآآ وآآ اياله في المدارس. وهو في نفس الوقت يعني مكانته في سجن قسيوت مكانة آآآ لها رونقها. ولو فوائدها المالية بشكلة قبا اخر ان في مزرعة وفي انتاج يعني الناس اللي هناك موجودين مؤبد وحاجات زي شكده. فالمهم كان جماله وبروش موجود. طالب كورية الطب. آآ اتعرفنا على بعض يعني 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 طبعا عديد يعني عدد غير من الناس اللي هما الجماعة الاسلامية غير الجنائيين بقوا الناس المساجين الاخرين معظمهم في آآ في الاغلب الاعام قضا يطار. مغضين مؤبد. آآ فدول كانوا طلبة بقى بيجوا يدرسوا او زي ما قلن احمد عبدالسليم او آآ عاصم عبد الماجد او مش عارف كان جيل غطبان محمد الغطبان من برضو من القادة التاريخيين او آآ حمدي عبد الرحمن يعني بيجوا يمتحنوا. يقعدوا جمال ابراقباش. يعني قريب مني في السن شوية دول كانوا كباروا آآ يعني في فروق سنية بين بينا وفي فروق في التفاهم حتى. فجمال طالب في كل الطب يعني بيني وبيني في السن مش كتير ربما سنتين ولا حاجة آآ فاعرفت منه انه هو اتقبض عليه في محاولة اغتيال زاكي بدر. وانه هو كان المنفذ الرئيسي لهذه العملية. كنت انا سمعت عنه آآ قابليها بفترة من صديقنا سلطان آآ آآ كان في كل الطب زميله كان من الاخوان يعني آآ فقال لنا ان آآ جمال ابراقباش ده كان دونجوان الجمع. يعني ما يمشيش لو معاه آآ ثلاث ربع بنات. هو طبعا الجان كده وبيضاني واشقر يعني يعني بالآ يعني بالآ يعني بالمقاييس الجمال الشبابي يعني يعني حاجة آآ يعني والفترة للنظر. فالمهم آآ كان بيقول لي دونجوان الجامعة وفجأة قال جمال مش موجود مكتفي. مش ظاهر في الجامعة. احنا احنا ناس آآ طبعا متدينين يعني بشكل او باخر او محافظين كان مفيش علاقة صداقة قوية بينهم بينهم. يعني مش مش متدخلين بدرجة ان هو يعرف ايلا حصله يعني هو فين او آآ او متغيب لان ده طبعا بيبقى الجامعة مقسومة نصين خصوصا في مدينة زي اصوت او جامعة زي اصوت بتبقى اكسر ميلا للمحافظة. فالناس اللي هو شوية متحررة ببقى قليلين. غير جامعة اسكندرية. فبقى شبه فيه نوع مع العزلة. ما بين المتدينين واللي هم اكسر تحررا يعني في آآ الاختلاط وما شبه زيلك. فطبعا ما كانوش لي علاقة بيهم بس هو مش باين يعني هو مش باين في الجامعة. قال لي فوجئنا ان في محاولة اغتيال زي كبادر. مين يا جدعان المنفذ? جمال برواش. جمال برواش مين يا جدعان? جمال برواش اللي معانا في الجامعة اللي في كورية الطب. دنجار الجامعة اللي طول يعني وقته ماشي وقف قاعد مع بنات قد مع بنتي هنا بنتي مين بنتي شبال. قالوا آآ ده جمال برواش آآ هو فعلي متهم في ايه? في محاولة اغتيال زي كبادر. فانا فوجئت يعني وادته وستة طيبة ويعني كل يعني 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 بشكل ابو اخر عائلة ميسور. يعني رجل ميسور الحال رجل في كورية الطب المستقبل قدامه آآ له مميزات يعني آآ في الشكل وكده تبتح له انه هو يكون يعني يعيش حياة سعيدة يعني بشكل ابو اخر يقدر يتجوز يقدر يبني اسرة يقدر ايش حياته. يعني طب في كورية الطب من قصة ميسورة والدنيا يعني زي الفقول اللي حصل يعني شوفان. فطبعا آآ بتكلم معاه فقال لي اوفي يعني انا حاولت اغتال زاكي بدر انه هو مجرم وكذا يعني مقتنع يعني. آآ قلت لتهم ده كده ايه الزرور? قال لي ده كتعملين تحرية? قلت لها عملي تحرية. ليه? يعني بافهم انه يعني طبعا انا كنت يعني انا كنت زيه شايفين زاكي بدر آآ يعني شخصية. هو طبعا عزل في الستانة التسعين بسبب انه كان شتام يعني وكان آآآ وكان انضرب مجلس الشعب في سبعة وثمانين زاكي بدر يعني رجعوا اقروا عن زاكي بدر شوية آآ اللي ابنه لاحقا احمل زاكي بدر كان وزير تعليم بس هو زاكي بدر كان معروف يعني كان وبعدين هو تجاوز في السابق القصف مش مجرد المعارضة او الاسلاميين اللي كان بيهدد بقتلهم كلهم في الشوارع وكان حصل اميبا يعني كان بداية العنف زاكي بدر لانه بدأت يعني يعني يحصل قتل خارج القانون وبدأت الجماعة الاسلامية آآ تمارس عنفة ايضا آآآ مقابل العنف زاكي بدر فالدنيا يعني اشتعل يعني هو كان سبب في اشعار الموقف آآ فانا كواحد كنت في الطيار الاسلامي كنت شاهد زاكي بدر برضو شخصية آآ سيئة ولكن كنت فكرة القتل يعني ما كناش مؤيدين لها اوي ما هو حي واحد تاني يعني حي وزير الداخلية تاني يعني يعني ما يتخيروش عن بعض كتير اوي في هذا التوقيت يعني في التعامل معا واخنا كنا شايفين كده في هذا التوقيت يعني كنا شايفين في هذا التوقيت ان كلهم ضد الاسلام من وجهة نظر يعني الاسلاميين اللي احنا كنا معهم أي نحن كنا متفاعلين مع حضاياهم فالمهم فقال لي آآ آآ احنا جربنا نفجر آآ نصف كيلو تي ث يعني في الصحرة فاضراع احد اخواننا طار فقال لي العربية كان فيها ثاني كيلو تي worked واحنا كنا عارفين ان الموكم زاكيبادر عارفين طريقه يعني وحطين عرويا في الطريق وحطين في هزي الكمية بحيث ان هو لو تجاوز السرعة يعني يبقى ماشي على سرعة مية عشرين كيلو او حاجة زي كده فتقدر تفجر قطر واسع جدا من الايه من الارض وان هو يموت في هزاكيبادر قال لي بس هو قريما اللي حصل ان هو حصل شعال الزيتي او حصل ان هو ايه اه ما حصلش انفجار زي ما تقول كانوا اخد رطوبة او حاجة زي كده فما حصلش انفجاره وانا اتقبط علي قلتو طيب بعدين يعني انت بعد ما قتلته زاكيبادر يعني ما هيك وزير الداخلية جديدة قال لي لا ما احنا كنوا مخططين ان بعد ما يتقتل زاكيبادر كان فيه ناس معهم احزمة ناسفة قال طبعا هيصى الاجتماع في الوزارة ويبقى في حال التوتر اه فحيجتمعوا في وزارة الداخلية اللي هي في الازوغلي اللي هي في شاري محمد محمود في مصر بسط البلد يتنقلت دلوقتي ويتخش وفجروا رزوع وفيه ناس بلاقالي تخش تكمل يعني كانوا عايزين يصفوا الوزارة كلها لاكت الخطة ولكن لان عملية زاكيبادر فشلت فاصبح اللاحق لها اه ليس له قيمة يعني فما نفزوش لايه اه بقية الخطة طب ليه يا عملية اللي عملية تحريات او ازاي انت توصل لفكرة عملية تحريات فهو قال لي ان احنا يعني في معسكار التدريبية طبعا هم مقتنع بالفكرة والتغيير المنكر واللي يستطيع باليد يغير اه مقتنع بفكرة التغيير المنكر باليد وهم كل جماعة اسلامية كانوا مقتنعين بيه بشكل او باخر وحتى كانوا بيمرسوا في هذا التوقيت يثبتوا الناس في الشوارع يلاقوا مسلا ولد وبنت اه طبعا جمعوا في اه درجة من درجة الاختلاط وفي اه نيل وكلام ميندا وكورنيش يعني اه في مدينة الصيوط فكانوا بيوقفوا الناس وفي المينة كان بيحصل نفس الكلام يوقفوا مسلا ولد وبنت ماشيين في الشارع يقولوا دي تقراب لك ايه يقولوا دي اختي طب فين بطاية الشخصية بتاعتكو اه وممكن اعتدوا عليهم بدانية يعني لو لقوها كده ايه خطبته لأ خطبتك ما تجهزش يعني ساعت يقول لهم خطبتي يقولوا لأ خطبتك ما تجهزش دي منتخلتي مفيش كلام بينا فين بطاية دي مش من محارب بتوعك اه يضربوه يعتدوا عليه بدانيا بقى اه يزوه بدانيا بحيس ان ما يحصدش هذا الكلام في الشارع مرة اخر هم شايفين ده منكر ونتغييره باليد لمن يستطيع وطبعا نتغييره منكر على مستوى ان هو الاعتداء البدني على واحد ماشي مع واحدة يتطور لفكرة الاغتيال والقتل لقيادة اه امنية او قيادة سياسية وده حصل كتير طبعا في هذه الفترة لغاية سبعة وتسعين كان اخيرا طبعا موضوع السياح بتقوله اصر اللي كانت اكثر الجرائم بشاعة وكانت البداية بقى محاولات ايه رقب الصدع او محاولة يعني تفاون الوزارة الداخلية معاهم فيما يسمى اه المراجعات الفكرية اللي قاطع ناجح ابراهيم وآه وكرم زهدي والمجمعود دوليبي وعصم عبد الماجد ومجموع من عشر اتنشر واحد اه قادوا فكرة المراجعات الفكرية اللي بناء عليها خرج الناس من السجون كان فوق العشرين الف اللي احنا كان معنا ناس منهم في سجن قسيوت وآه القيادات التاريخية تم التخفيف يعني بقى وفي ظروف سجن احسن شوية يعني تلفزيونات في اتاحة للجرائد للتواصل مع الخارج لو حد عنده عزق او فرح حد من اولاده بيطلع يحضر الفرح او العزق يعني بشكل اوباء المهم قال لي بيبقى فيه معسكرات آآ روحانية زي ما فهمت وقال لي ان هو بيبقى ممكن عدد كبير خمسين ستين شخص ويقع الاختيار على مجموعة بنانا على التأذل نفسي فهم عندهم زعماء روحيين بدأوا يقيموا الليل يصوموا يعيشوا عيشة فيها تقشف ويبدأوا يعدوهم فكرة الانتقال للحالة الاخيرة اللي فيها بقى الملزات والمتع والجنة عرضها السماوات والارض والحور العين وان هزي الحياة البائسة القصيرة المفروض ازاي الشخص يختار الموتة اللي تضيق بيه عشان يروح الجنة يعني بقى ايه طبعا احنا نتكلم عن محترفين روحانيين ويبدأوا يأهلوهم انهنا ان انتو خيرة شباب الجماعة وان انتو وقع عليكم الاختيار من عادة كبير جدا من الناس وان اكثر انتو اكثر الناس اه ان ربنا راضي عنكم والقبول الالهي والقبول الرباري ويبدأوا تك 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 يعلوا في العدم قالوا بعد كده مش بيختارونا كلنا يعملوا اختبارات نفسية وتجارب بحيس يشوفوا مين اللي عنده اه تآذر نفسي اكتر وممكن يلبسهم الاحزمة ويروحوا في الصحراء ويبدأوا ايه يعملوا تجارب بشاك شنة او باخرى ده اللي فهمتم منه يعني وبيقع الاختيار على مجموعة اللي هتنفذ وكان جمال الابر واش وقع عليه الاختيار وبيعتبروا بقى الاختيار ده الاختيار الالهي بقى ويعني ربنا ده اختارك من وسط الناس كتير جدا عشان تكون اه شهيد هزي الامة وانك تقتل هزا الدكتاتور وهزا المعارش الظالم وهزا المحارم للدين والحرب يعني يعالوا في رتم الايه الاعداد بشكل كبير ووقع عليه الاختيار وفعلا كان بينفذ فعلا والتانيين بتقول الحزمة الناس كانوا جاهزين وبعده هو ما بيحصل دلوقتي كتير اعنا قلنا بيحصل في افغانستان يعني خلاص مع الوقت بقى فيه ناس محترفين اعداد انتحاريين ليه طبعا اللي راح مات في الكنيق عندنا في مصر الكنائس اللي كان بيخش الانتحاريين يفجروا نفسهم في الكنائس ناس مصليين مدنيين ستات ورجالة واطفال شايفين هم يعني ضد الدين انا مش فاهم يعني ناس راح تصلي في الكليسة او القداس او عندهم عيد مثلا يخصهم كديانة ابراهيمية او حتى غير ابراهيمية الفكرة من الاساس يعني فكرة انت تفجر ناس لقى البعدي انا اخرى انت شايفهم انهم اعداء لدينك فاحنا منتكلم ان اعداد انت حاريها مش حاجة وهم انت شايفينها يوميا حتى الايام بتحدث مين اللي بيعد دون هو كان الاداد بيتم بهذا الشكل المشكلة في ايه بقى دفن الموت وطبعا الانتحاريين المسلمين على قمة شعراتهم الله غايتنا ورسول قلوتنا والجهاد سبيلنا ويختموها ايه الموت في سبيل الله اسمى اماني الموت اسمى امنية الموت يعني في ظل شهادة قتل مقتولا يعني انت موت مقتولا في ظل حرب او 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 عملية تحرية او ما شابه ذلك فده امنية اسمى الاماني يعني اسمى الاماني انك تموت مقتول عليك دي بقى منتظنهم الاعداء او تفجر نفسك وتموتهم يعني بشكل من الاشكال دي اسمى امنية وزي ما قلنا بيتدرس فن الموت ولذلك عشان نواجه هذا الكلام لازم نعلم الناس فن الحياة فن الحياة ان الحياة قصيرة وانت ممكن تعيشها محافظ يعني اذا كنت ايا كانت ديانة انت بتتبعها يعني تكون موطنة صالحة يعني تعيش حياتك ببهجة بسعادة وتتجوز وتبني اسرة وتمارس حاجة بتحبها سواء فن رسم موسيقى رياضة تحب كل يعني وطبعا تشتغل ايا كان نوع العمل اذا كان نوع العمل هو نفسه يعني موهبتك او حبك الاسير اذا كان كرة القدم اذا كان الموسيقى وانا انت تبقى موسيقار او موسيقي او رياضي وتتكسب نزيل رياضة او يكون لك عمل وفي نفس الوقت بتحب بتحب بترسم كهواية بتمارس الموسيقى بتستمع يا سيدي وانت من الشرط تكون موهوب ممارس انما على الاقل محب شغوف بتحضر معارض الاسم وتتفرج عليها بتشجع فريق رياضي وبتروح تتابعه وانت لك عملك الخاص انما لك حياتك الخاصة اللي بتسمع اغاني طبعا اغانية بتحبها كل شخص بتأكيد له اغاني فن جميل طبعا فنون الموسيقى وفنون الغناء بانواحها المختلفة وبتنوع ازواقها فكل جيل او كل ناس لهم قدرة على تزوق نوع من انواح الفن المعين فتعيش حياتك تستمتع بها تشوف سينما تشوف دراما كل هذه المباهج في الحياة بجانب العمل وبجانب انت زي ما قلنا الاسرة والاولاد حياة تكون فيها بهجة حياة مليئة بالسعادة بالبهجة سواء في الجو الاسري ومارسة الحاجة اللي بتحبها سواء كان رياضة او غيرها او موسيقى او غيرها دي بهجة الحياة ازاي نعلم الناس فن الحياة مش فن الموت ومش فن الحياة ان هو يكون ماجن او فاصق او منفلت لا انت ممكن تعيش الحياة بكل بهجتها بكل سعادتها بكل رونقها بكل مقاسيها ويعني ووقات السعادة ووقات الضيخ ووقات البأس ووقات الرخاء تعيشها كلها وتستمتع باللحظة ايش اللحظة ده دي كان فكرة اعلان عبقاري ايش اللحظة ما تفكرش في المستقبل او المقاسي او المقاسي السابقة او المقاسي اللاحقة ما انت يعدي عليه مواقف كثيرة جدا ربما تكون مواقف مظلمة او بائسة ما تحاولش تفكر فيها كتير او تتخيل او تنتظر ان المستقبل يكون بائس ايش لحظتك استمتع بيها مهما كان فيها منزيق يعني حتى احنا لحظات السجن كنا بنحاول نعيشها باستمتع وبهجة ونهزر ونضحك ويعني نقول نكت ويعني حاجات من هذا القبيل مارزناها يعني حتى داخل لحظات الصعبة ممكن داخل اي لحظة صعبة تعيش لحظة ساعة ممكن داخل اي لحظة بقس تنتزع منها لحظات الساعة انت تكون محب الحياة محب الحياة مهما كانت الظروف خاصة مهما كان الوضع بائس تستمتع بالحياة فدون الحياة احنا عايزين نعلمها للناس الاسف الشديد احنا بالذات كمجتمع مصري او الطبقة المتوسطة بتاعته ما بتحاولش تستمتع بالحياة المجتمع الغربي ازاي هو انه هو لازم ياخده وياخده بكل سعادة يروح يقدي الاجهزة السنوية ويقضيها يروح سياحة مهما كان بسيط مهما كان انسان بسيط وده اللي ننصح بالناس ومفروض في التعليم يعلموا الناس كده يعلموا الناس يكتشفوا موهبته يبقى فيه موسيقى حقيقية فيه رسمة حقيقية فيه فنون مصرح حقيقية فنون تمثيل يعني كل هذه الأمور وتعرضو لهم أفلام تكون بتؤدي غرض تعليمي أفلام في الوقاية فيه أفلام في الوقاية جميلة جدا زي ما قلنا قبل كده الهند عاملها سوبر سيرتي يعني بتشجع على التفكير والإبداع وبتتكلم عن التعليم يعني الناس تشوف سلمة تشوف مصرح وبعدين بقى الأسرة نفسها الأسرة لازم يكون لها يوم تخرج فيه في الأسبوع بقدر الإمكان تروحوا إذا كان لهم بعد الريف يروحوا فيه إذا كان لهم مدينة ساحلية يروحوا يغيروا جو الناس تتعلم تعيش حياة فيها باجة وده دون الإخلال بالأصول المتعرفة عليكتماعيا يعني ده مش شرط أن أنت تبقى ماجن وفاسق عشان تستمتع بحياتك لأ أنت عندك أسرة وسعيد بيها وتحاول تفسحهم وتخرج معاهم وتعيش لحظات بهجة وتزور الأقارب وتزور وفي الصيف تستغل الوقت وتروح مصرف وتشوف سينما وتتفرج على الدراما في التلفزيون تعيش بهجة الحياة لازم نعلم الناس فن الحياة وتعلمهم في المدالس إزاي أن السياحة مهمة إزاي أنه لازم في السنة يغير أجواء يشوف بلد جديدة يشوف مدينة جديدة للأسف الشديد بشوف كتير من المصريين ما رحش يرقس ربلي كده أنا نفسي أروح لوحات ما رح ترقش لغاية دلوقتي بس أحاول أشوف الرحلة للوحات بيقوله جميلة جدا شرم الشيخ دهب بالغلدقة عندنا مدن جميلة تخرج خارج القطر يعني في رحلات سياحة تصلح للطبقة المتوسطة في دعايات وحاجات بتقدم سياحة خارج القطر بأسعار تناسب الطبقة المتوسطة طالعا فيه طبقات لا تستطيع ولكن المشكلة أنه فيه طبقات مش عارفة تعيش بهاجة الحياة ربما يكون عنده مدخرات بس هو مش عايز يستمتع بوقته خايف من المستقبل عايش في هواجس فما بيقدرش يستمتع بحياته بشكل إيه مناسب لا لازم نعلم الناس فن الحياة وأنه يقرب وشوف مدن جديدة وشوف أماكن جديدة ويتعرف على الناس جدد فكرة الحياة وبهجتها وسعالتها شيء مهم وفي نفس الوقت تكون مش مصرف يعني يا قصدي يعني يا قصدي بقى فيها حياة لتوسط تزدق إزاي تستطيع في ظل ظروفك مهما كانت قليلة إن أنت تستمتع بحاجة الحياة وكانت زمينة كل الطبقات المتوسطة والأقل المتوسطة بتعمل سياحة داخلي كان فيه راس البر ومش عارف بلطي ما عندنا شواطئ كده كانت تناسب الطبقات الأقل المتوسطة كمان وكان دايما الناس متعودة في الصيف تغير جو أو حتى زي ما قلنا اللي بيروح الريف يعيش أيام لحظات سعيدة لأنه عايش في المدينة وزحمة المدينة فكان بيروح الريف وفي الغطان يعني كده يعني فيه القدرة على الاستمتاع بفيه ظل المتاح بالإزبالك حتى لو زيارة أقارب حتى لو كذا حتى لو كذا إنما المهم بتغير أجواء وبتغير جو وتستمتع بحياتك بشكل أو بأخر ده اللي بنقوله إذا كان هم بيعلموا الناس فن الموت إحنا نعلم الناس فن الحياة وطول ما الشخص عنده إقبال على الحياة عنده فن بيحبه عنده رياضة بيحبها وحتى لو مهووس بيها بس بدون تعصب يعني كل ما هو ده أيما عنده أمل في المستقبل كل ما بيخطط بيزبز أقصى مهده لتحقيق ما مهبته بيحب يغني بيحب يمثل بيحب كذا بيحب كذا حتى لو زي ما قلنا مش محترف ما فيه محترف والهاوي أو المستمع مجرد الاستماع بالأغاني وانت تروح تشوف حفلة وتحضر حفلة للمغني اللي انت بتحبه أو تروح تشوف مط شكورة للفريق اللي انت بتشجعه تعيش حياتك بهذا الشكل تكون دايما مستقبل حياة يعني أنا نقول للناس ليه ما يكونش بدل الموت وفي سبيل الله هي أسمى أمانين الحياة في سبيل الله هي أسمى أمانين وانت وزي ما قلنا تعيش مواطن صالح بس ببهجة الحياة كلها يعني الشرط متعرف عليه آآ داخل آآ وسطك الاجتماعي وفي نفس الوقت تعيش بهجة الحياة ما فيش إنما تحريم بقى الموسيقى وتحريم الرياضة وتحريم الفسح وتحريم الشواطئ وتحريم كل حاجة في الدنيا ده اللي بيوديهم لا نروح الجنة يبقى أحسن هو انت لما تكون كل حاجة حرام اللي عارف تسمع موسيقى اللي عارف تستمتع بالرسم اللي عارف تستمتع بالكورة اللي عارف تشوف سينما اللي عارف تشوف دراما اللي عارف تستمتع بقى اي حاجة في الحياة لأ ما هو كده انت خلاص يبقى فعلا الموت أفضل اروح الجنة أفضل اللي فيها بالسينما وفيها الحر العين وفيها مش عارف كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها الأنهار بقى من من لبن وعصر وخمر بقى تروح لك أحسن إنما إحنا لما نعلم الناس إنك إنت ممكن تبقى موطن صالح وتعيش كل هذي المباهج وتستمتع بيها بكل في أوسع يعني نطاق ممكن وسع الحياة تعيش الحياة بوسعها مش بضيقها وخنقها وكذا ده شيء مهم جدا إذا كان هم بيعلموا الناس فن الموت نعلم الناس فن الحياة الحياة في سبيل الله أسمى أمانين تعيش مواطنا صالحا تستمتع بكل مباهج الحياة ودعك من المحرمات المبالغ فيها والمطلقة على كل شيء هم عايزين يكرهوك في الحياة كل حاجة حرام عشان تيجي الفن الموت شكرا جزيلا ونكمل في حلقات داحقة